تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تلقي أوراق طلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في الدراسة بمصر وأوضحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن تسلم وفحص الأوراق بدأ اليوم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية مضيفة أن ذلك الإجراء سيتم يوميا مع عدى يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين استطاع فريق الهلال الأحمر المصري الإغاثي الدولي الثاني إقامة أول مركز خدمة إغاثية مصرية على معبر سيديت عند الحديد الرومانية الأوكرانية بعد سلسلة من التنسيقات والجهود المتواصلة مع الصليب الأحمر الروماني وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ نشوب الأزمة الأوكرانية الروسية يأتي هذا الجهد المبدول تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية الحريصة على متابعة الأزمة فور بدايتها وبدعمها وبقوة لكافة الجهود المتواصلة للتخفيف من وقع الأزمة الأوكرانية هذا وقد تمت إقامة هذا المركز للهلال الأحمر ليكون بمثابة نقطة استقبال للمصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن كما جرى تجهيز هذه النقطة الإغاثية بمعرفة فريق الإغاثة الدولي المصري وبمساعدة متطوعين مصريين مقيمين في رومانيا تم تكثيف تدريبهم وتأهيلهم لهذا الغرض حيث تقدم هذه النقطة الحدودية ذات الصبغة المصرية الخالصة تقدم خدمات متعددة للعابرين من المصريين والعرب عبر الحدود أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد وافقت على حزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا هذا ولم تكشف الرئاسة الفرنسية تفاصيل العقوبات مشيرة إلى أنه سيجرى إلغاء وضع الدولة الأكثر أفضلية في التجارة الذي تحظى به روسيا هذا ومن المتوقع بحسب وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية أن تشمل العقوبات حضرا على استيراد الحديد والصلب من روسيا وحضرا على تصدير سلع فاخر من بينها السيارات التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو وحضرا على الاستثمار في شركات النفط وقطاع الطاقة أكد وزير الخارجية البولندي رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن دول الأطلنطين لا تشكل أي تهديد لروسيا مشددا على أن المجتمع الدولي يمتلك أدوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمناقشة الوضع في أوكرانيا حيث أكد وزير الخارجية البولندي أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا لحل الأزمة مشددا في الوقت ذاته على أن أي حل في هذا الإطار يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا بداية الرئاسة البولندية للمنظمة سعيت نحو التسوية والحوار بين الأطراف في النزاعات تولينا الرئاسة في ظل إزدياد التوتر النتج عن مطالبة موسكو بضمانات أمنية من جانب واحد وهذه المطالب كانت تستند إلى أسس مغلوطة فدول عبر الأطلسي لا تمثل تهديدا لروسيا أو لشعب روسيا على العكس الغرب لطالما سعى إلى إقامة إطار فعال من التعاون مع موسكو رغم تحفظاتنا من جديبه أكد مندوب روسيا في مجلس الأمن فسيلي نيبنزيا أن حرب معلومات واسعة النطاق تشن على روسيا وأشار نيبنزيا إلى أن بلاده رصدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا لذلك حرب معلومات واسعة النطاق تشن على روسيا ووسائل الإعلام الغربية تنشر تقارير كاذبة ولا تنشر تقارير حول ما يحدث تقارير ذات مستقية هناك رقابة على حيز المعلومات وفي هذه الظروف الحصول على معلومات موضعية حول العملية العسكرية الروسية بما في ذلك معلومات ذات مستقية حول ما حدث في مستشفى ماريو بول من الصعب الحصول على هذه المعلومات نحن نعتقد أن هذا استفزاز من الدول الغربية المجموعات المسلحة القومية قد قاموا بالترهيب المدنيين ويقومون بانتهاك القانون الإنساني الدولي القوميون يستخدمون السواريخ والمدفعية ويستهدفون روض الأطفال ويختبئون خلف النساء والأطفال الجنود الروس يتم السجنهم وتعرضون للمتعذيب هذا وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو ضرورة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفي هذا الإطار دعت ديكارلو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإلى حماية المدنيين دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في أوكرانيا كما حضر جوتيريش من إمكانية نشوب الصراع النووي مشيرا إلى قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها النووية على صعيد آخر طالب المستشار الألماني أولف شولتس بوقف إطلاق النار في أوكرانيا كما طالب المستشار الألماني بإنشاء ممرات آمنة فورا للمدنيين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أنها ستفرج عن مزيد من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا قررت الولايات المتحدة ودول أخرى ذلك وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول أنه من الصعب للغاية إيقاف صادرات الغاز الطبيعي الروسية بين عشية وضحاها مشيرا إلى أن قرارات حظر أو تقليص واردات الطاقة الروسية ستكون لها أثار كبيرة على موازين الطاقة أكدت الرئاسة الروسية أن خطط روسيا في أوكرانيا سيتم تحقيقها وبشكل كامل وفقا للأطر الزمنية المحددة وقال الكريملين أن روسيا لديها موارد عسكرية كافية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا كما أضف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولون إثارة روسيا من أجل مهاجمة المراكز السكانية الرئيسية في أوكرانيا شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة عدم وجود أي تهديد لبلاده قادم من أراضي أوكرانيا وأكد لافروف في مؤتمر صحفيين بموسكو أنه مع ضرورة مراعاة المصالح الروسية يجب مراعاة مصالح تحقيق الأمن لعموم أوروبا مما في ذلك أمن أوكرانيا وكان لافروف قد أكد في وقت سابق أنه سيتم إيجاد حل للوضع في أوكرانيا وأعرب عن استعداد روسيا للتفاوض مؤكدا في الوقت نفسه استمرار العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى قال المفاوض الأوكراني ميخيل بودولياك إن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستستأنف غدا الثلاثاء وذلك بعد توقف تقني اليوم الإثنين وأضاف بودولياك أنه سيتم أخذ استراحة في المفاوضات حتى الغد للسماح بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية ولتوضيح شروط معينة حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا في حال لم يتم التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق إنساني وأكدت اللجنة في بيان لها استعدادها لتكون وسيطا محايدا لتسهيل الحوار بين الطرفين بشان هذه المسائل الإنسانية وأوضح البيان أن المعاناة الإنسانية هائلة مشيرا إلى أن السكان بمن فيهم العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرغمون على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض دعت ثلاث وكالات أممية إلى الوقوف الفوري لجميع الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا وفي بيان مشترك أشار مديرون منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونساف وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تسبب الهجمات المروعة والقتل بإصابات خطيرة في صفوف المرضى والعاملين الصحيين وبتدمير البنية التحتية الحيوية مما يجبر الآلاف على التخلي عن الوصول إلى الخدمات الصحية على الرغم من الاحتياجات الكارثية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر